الفطير المشالتة الفلاحة هنعمله النهاردة بطرقة سهلة وبسيطة جدا وكمان بخلط التوريق هتخلي معاكي نسبة الدهون قليلة جدا في الفطير وفي نفس الوقت قلبة فطير هيكون طري جدا وبقال لنسبة الدهون هنعمل الفطير هيكون خفيف كده وانت بتاكله وتعمل أزيز وكمان الفطير هيكون طرية جدا من بره ومن جوه وده شكل الفطير وهو في قلب الفرن وكمان هنشوف مع بعض المأدير والمكونات وطريقة الفرد السهلة جدا جدا يلا نبدأ الفيديو انا نادره نيم وده القناة لو قول مرة تشوفوني ما تنسوش اشتركوا فيها وفعلوا الجرس وتغطى على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل الجديد والده اللي نعمل بالفطير النهاردة دقيق متعدل لاستعمالات طبعا هنعمل هناك كمية كلها كيلو لو عايزة تضعفها براحتك لو عايزة تنصصها براحتك هنا بقى انا احط عليه اربع معلق كبار مليون من السكر طبعا ده على حسب زوءك حبا ان انت تخلي الفطير يكون سكرا قليل ممكن تحط على كل كيلو معلقتين او معلقة من السكر هنا انا حطيت اربع علشان احنا بحب الطعم يكون حلو شوية وكمان حطيت معلقة صغيرة من الملح طبعا كل الحاجات ده بتكون نعمة علشان ما تبقاش معايا خشنا في العجينة وتقطع العجينة في النهاية وهنا بقى للناس اللي ما بتحبش الفطير يكون لو كده لما تيجي تاكله هتحط معلقتين من الزيت لكل نص كيلو دقيق وبعدين هنعجن بمية عادية خالص من الحنفية وطبعا بنحاول نخلي العجينة تكون معانا طرية بس مش بتلزق في ادينا وهنعجن في العجينة حوالي 8 دقايق كده لعشر دقايق هتخلي العجينة تكون معانا زي اللي بانا وتكون طرية كده ونعرف ان احنا نفردها في النهاية وكمان تتشكل معانا بكل بساطة لكن ما نخليش العجينة تكون ناشفة اوي طبعا في فصل الشتاء او في البرد بنخلي العجينة تكون يعني طرية شوية اما في الصيف بنخلي العجينة تكون يعني مسكة نفسها شوية كده علشان طبعا العجين في الصيف بيسيح اوي يعني لو ستيرتاح بتلاحظي ان هو بدأ يلزق ويسيح هنا زي ما نشايفين قد ما نمس العجينة ما شاء الله طرية جدا لكن ما بتلزقش في ادينا انا هنا هقسم القطعة للعجينة على اتنين علشان اعرف ان انا فردها وكمان يعني على قد المكان اللي انا هفرد عليه اسمت الكيلو كده الوصين زي ما انتوا شايفين وهنا بقى هندهن المكان كده تحت العجينة وكمان هدهن وش العجينة من فوق علشان ما يشافش وهبدأ ان انا غطى عليك كيس علشان يبدأ معايا طري كده واسيبه يرتاح حوالي ربع ساعة على ما نجهز خلطة التوريق مع بعض علشان تخلي معانا ما شاء الله الفطير الضيط لعطري جدا كده خلاص العجينة بقى الجهزة هسيبها بقى ترتاح ونبدأ نجهز خلطة التوريق هنا معايا كوباية زبدة اي نوع انت بتفضليه او اي نوع انت بتستخدميه في توريق الفطير هناخده كده ونضبعه على النار بالراحة خالص مش هنخليه سخن معانا اولا يكون دافي كده ونسيبه لحد ما يبدأ في درجة حركة المكان وبعدين يبدأ ان احنا نشتغل به زي ما انت شايفين ومعايا كمان كوباية من اللبن كوباية اللبن هنا هتخلي معايا الفطير يطلع قلبه طري جدا وكل الفطير ما شاء الله هتلاقي طري بعد ما يطلع من الفرن ممكن تخلي الكوباية اللبن دي نص كوباية لو انت حبق ان نسبة الدهون تكون باينة شوية في الفطير هتخليها نص كوباية بس من اللبن هنا معايا كمان معلقة صغيرة من الخل انا حطها في معلقة كبيرة بس نص المعلقة بس يبقى معلقة صغيرة بس من الخل علشان طعمه ببقاش مباين معانا في الزبدة وهبدأ ان انا اخلط كده دربه متغطع ما نخلطش كله وراه بعضه او زي ما انت شايفين هتلاحظي لما حطينا الخل ان بدأت تكتل معانا كده وتفصل كمان لبن هبدأ بقى لم الجوانب كده من الخلاط وبعدين بقى بعد المرحلة دي لما لقينا اللبن مع الزبدة بدأ يتكتل هنزل هنا بقى اللي من نص الكوباية زيت يعني تقولي تلت الكوباية زيت مش نص الكوباية علشان كل ما انقطر زيت كل ما تلاقي القوام يخف معاك اما هنا بقى شوية الزيت اللي حطناه باللم حوالي تلت الكوباية زيت هيخله معانا القوام يتقل جدا يبقى زيه زي قوام الزبدة العادية خالص هنا احنا زودنا الكمية زي ما انت شايفين وفي نفس الوقت حافظنا على الفطير يكون عندنا خفيف ميبقاش في دهون كتير وكوباية اللبن اللي احنا حطناه على الزبدة والزيت هتخلي معانا الفطير يطلع مورق وفي نفس الوقت هيكون طري جدا زي ما انت شايفين ده شكل الزبدة بعد ما ضربناه في الخلاط ادتنا نفس قوام الزبدة بالزبدة طبعا زي ما تكون انت نطلعها كده بره التلاجة هنا بقى اخد الزبدة ده داخلها التلاجة لحد ما تبدأ تشد شوية معايا تديني ملمس الزبدة بالزبدة علشان نعرف نفردها في العجينة وما تطلعش بره العجين شايفين ما شاء الله قوامها قوام الزبدة بالزبدة لما نكون مطلعينها كده بره التلاجة في الصيف وتبدأ ان هي تدوب معانا او تبدأ تسح شوية مش تدوب يعني هنا زي ما انت شايفين العجينة بعد ما ارتحت فرشت الرخامة بشوية من الدقيه بيكون اسهل بكتير من ان احنا نفرد على زيت بحاول كده اتأكد ان العجينة تحتها الدقيه كتير علشان اعرف ان انا فردة وما تلزقش معايا وهفرد العجينة ده بشكل مستطيل كده زي ما انت شايفين ده اسهل طريقة تفرد بالفطير يعني اسهل من ان احنا نورق كده العجينة ونقعد نفرد وعايزة مكان لكن هنا الطريقة ده بتكون ابسط واسهل طريقة يعني اي حد يعرف يعمل الفطير عادة خالص حتى لو ما اعملش طلعمره واول مرة يعمل الفطير زي ما انت شايفين ما شاء الله العجينة معايا مرتاحة جدا وتفردت بكل سهولة وده شكل الزبدة بعد ما طلعتها من التلاجة يعني قعدت معايا خمس دقيق بس في التلاجة وطلعت علشان اشتغل بيها زي ما انت شايفين بتتفرد بكل بساطة وهنا حلويتها بقى انها تخلي الفطير معايا خفيف كده وانحنا بناكله مايبقاش يعني الدهون بتاعته كتيرة وفي نفس الوقت يخلي معايا الفطير لما يطلع من الفرن يكون طري جدا ومورق وقلبه من جوا يكون طري وبعدين بقى الخطوة اللي بعد كده باخد العجينة ابدأ اننا ابرم فيها زي ما انت شايفين كده ونشد ونسحب علينا علشان تعمل معانا طبقات كتير يعني مش مجرد ان انت هتلف بس العجين لازم تشدها وتعصبها قوي علشان تدين معاك طبقات كتيرة وطبعا بتجيبها بالطول مش بالعرض علشان بالعرض ما هاددينش طبقات كتيرة زي ما تكون بالطول زي ما انت شايفين وهنا زي ما انت شايفين كده هبدأ ان انا هعمل اللي ده على 2 وده بيرجع علي حسب حجم الفطير اللي انت اعيزه ممكن اريد فطير صغير كده يعني تاسلم ال واحده من دول على ربع يبقى معاك حجم الفطير صغير جدا انا هنا هعمل الواحدة على اتنين بس علشان عايزة حجم الفطير يكون كبير وزي ما انش شايفين ادي طبقات التوريق بتاعة الفطير هنا بقى انا هحط العجين كده على الصاج رشاة حبة بنديق حاجة خفيفة كده وبعدين دهانت الوش بالزيد وهغط على العجينة واسبها ترتاح نصف ساعة مهمة اقود ان انت تسيب الفطير يريح كل ما تريحي كل ما ترتاحي فرده وما يتعبكش خالص وكمان مش هيتقطع منك ويطلع مورق ويتنفق كده هو في الفرن طبعا بنسيب مسافة بين كل واحدة والتانية علشان لما العجينة بترتاح بتفرش شوية وبالتالي هتلزق في بعض فعلشان كده لازم نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية هنا بعد ما العجينة ارتحت زي ما انت شايفين وما شاء الله يعني ارتحت خالص انا سبتها اكتر من نصف ساعة وبعدين بقى اخدت قطع من العجين وبدأت ان انا فردة بس برضو لازم نرش دقيق كده على الرخامة قدامنا علشان العجينة ما تلزقش طبعا برضو ممكن ان انت تحط زيت بدل الدقيق بس الدقيق بيكون اسهل بكتير والعجينة والشاة كده ما يبوش معاك يعني الطبقات اللي فيها ما بتلزقش في النشابة لو انت فردت بالدقيق طبعا تقدر تنفضي الدقيق ده عادة خالص بعد ما تفرد العجينة وزي ما انت شايفين ما شاء الله اتفردت معايا بكل بساطة وهنا زي ما انت شايفين اده قوم الزبدة بعد ما قعدت اكتر من نصف ساعة في التلاجة ما شاء الله بقت زيها زي ايه زبدة وكمان كل ما تقعد اكتر كل ما تتماسك معانا اكتر هنا باخد منها برضو لازم ندهن كده وش العجينة مرة تانية علشان تعمل معايا طبقات تانية لكن لو انت تنتي العجينة على كده مش هتعمل معاك طبقات والطبقتين هيمسكوا في بعض كده وهتبقى طخينة هنا بقى زي ما انت شايفين تنتي الطرفين كده للنص وطبعا الجزء اللي احنا بنتنيه برضو هنرجع ندهن تاني زبدة علشان يامل معانا طبقات كده قوي ويبقى معانا الفطير مورق هنا برضو اخدت العجينة كده تنتها اتنين وبعدين بادهم برضو والم بقى الاطراف بتاعت العجينة زي ما انت شايفين على بعض كده اهو وبعدين بالم العجينة ده على شكل كورة وبعدين بسيبها بقى ترتاح وهنا برضو بتكوني الرشة الصاجة كده بالدقيق او بالزيت زي ما انت عايزة اللي انت عايزة تعملي بقى في المرحلة دي اعمل ايه انا هنا رشيت شوية من الدقيق تحت العجينة ومش هيحصل لها اي حاجة خالص لما هخلص كل الكمية بنفس الطريقة هبدأ ان انا قدهن الوش بتاع العجينة برضو بالزيت علشان ما ينشفش معاي لان ده اخر مرحلة ولو وش الفطيرة نشف معاك يبقى هتبوص بينك خالص وزي ما انت شايفين انا جبت قطعة تانية من العجين وبدأت ان انا فردة بنفس الطريقة طريقتها سهلة جدا وطالما العجينة مرتاحة معاك هتتفرد بكل بساطة والزبدة مش هتخرج منها خالص هنا برضو جبت الزبدة وبدأت ان انا دهن كده زي ما انت شايفين وهبدأ ألم كده برضو الطرفين للنص وهبدأ برضو ان انا ادهن بالزبدة من تاني كل طبقة بنتنيها لازم ندهنة كويس جدا بالزبدة علشان كل ده بيعمل معنى طبقات كتيرة اقوى في الفطيرة هنا لمات العجينة كده على شكل خورة واكمل بقى كل الكمية وهنا بقى هادي نوش العجينة كده بالزيت كويس علشان ما تنشفش مني وكمان هغط عليها بكيس علشان تفضل الوش بتاعها الطري كده ومنادي ولما اجا فردة هتبقى معايا وش العجينة الطري وبيتفرد معايا وما شققش خالص طبعا ناخد بالنا العجينة ما تنشفش خالص في المرحلة دي لان ده هيكون الوش بتاع الفطيرة الاساس اللي هيكون فوق خالص علشان كده لازم تحافظ عليه كون طري وهستب العجينة ترتاح نص الساعة علشان تبقى معايا كده سهلة وانا بفردها وكمان لما اجا فردة ما تكيشش معايا في الصينية وانا بقى الصينية اللي هندخلها الفرن هندقى في البداية كده بدهنا خفيفة من الزيت علشان أبدأ ان لفرد فيها الفطيرة طبعا في المرحلة دي بقى نكون مشاغالين الفرن على اهلة درجة في الحرارة علشان يطلع معايا الفطير كده ينفخ بسرعة ويقب ولما الفطيرة هتنفخ معاك وتلاقي قبط في الفرن بتهدي درجة الحرارة لحد ديمتين علشان الفطيرة تستويه كويس جدا من جوه هبدأ أفرق كده زي ما انت شايفين الفطيرة طبعا سمك الفطيرة زي ما انت عايزة عايزة يكون القلب بتاعي يكون طري كده وملحم شوية بالسيبات خينة عايزة ان يكون رأياء ومقرمشها شوية بيترقاء الفطيرة زي ما انت شايفين هي عندي ما شاء الله الفطيرة كده متوسطة مش تخينة قوي ده شكل الفطيرة ما شاء الله طبعا احنا بنفرد بناخد بالنا ان ادينا ما تبوش الطبقة اللي فوق برضو ونحافظ على فقعات اللي هو الموجودة كده داخل الفطيرة هنا برضو انا جبت الصينية التانية وهبدأ ان انا افرد فيها بس برضو ده انتهي الاول بالزيت وبنفرد بالراحة زي ما انت شايفين بالسيس العجينة خالص علشان ايديك ما تبوش الوش بتاعها طبعا لو العجينة مش مرتاحة معاك هتلاحظ ان هي اصلا بتلمي معاك تاني في الصينية كل ما تفردها كل ما تكش معاك لكن طول ما العجينة بتكون مرتاحة بتبقى ثلثة كده زي ما انت شايفين وبتتفرد بكل بساطة وكمان لو العجينة مش مرتاحة هتلاحظة ان هي بدأت الطبقات اللي فيها في الوش دي بدأت تتقطع معاك فاخد بالك اهم حاجة علشان الفطير يكون نجح معاك جدا في سبيه يرتاح براحته خالص حتى لو بين كل مرحلة ساعة ما فيش اي مشاكل المهم ان انت منستعجليش عن نص ساعة يعني يقل لحاجة خالص نص ساعة شايفين ما شاء الله العجينة معايا نجحة جدا وكمان عاملة فقعات كده بين الطبقات وبعد هنا هدخل الفطير بقى الفرن زي ما قلنا بنكون مشغالين الفرن مسبقا علشان الفطير بيحب النار عالية لكن لو الفرن بتاعك نار هادية وبطيئة كده خد بالك ان الفطير هينشف منك ومش يكون ناجح ومش هينفع ده شكل الفطيرة وهي في الفرن زي ما انت شايفين ما شاء الله نفخت معايا وكمان بدأت تاخد لون جميل كده طبعا بقى في المرحلة ده بنخلي النار تكون هادية شوية علامتين علشان الفطيرة تتلدن كويس جدا من جوه وخاصة لو انت عاملة الفطيرة بتكون يعني يدخنها شوية زي ما انت شايفين ده شكل الفطيرة بعد ما انطلعت من الفرن ما شاء الله جميلة جدا جدا يعني مورقة خالص كده وعملة طبقات يعني رأييها خالص فوق ما تتخيل هنا بقى انا برضو بالزبدة اللي احنا عملناها وبخالط الزبدة بدأت ان انا ده نوش الفطيرة علشان اخلي الوش اللي فوق ده ما يتكسرش معايا وكمان يفضل طري وده غطيها لازم تغطي الفطيرة علشان يبقى معاك طري لكن لو ما غطتهش هتلاحظي ان الوش بتاعه كده ما ارمش وهش جدا وبيتكسر لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تحط لايك علشان اللايك او التعليق اللي انت بتكتبه في الفيديو هو اللي بيخلي اليوتيوب يكترح الفيديو بتاعي اما لو انت شفت الفيديو وخرجت بنغير ما تحط لايك او تكتب تعليق يبقى كده اليوتيوب مش يكترح الفيديو خالص وكمان تعب بيروح في الفاضي وقادي النتيجة النهائية للفطير زي ما انت شايفين ما شاء الله مورق جدا وطري كمان